بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا في برنامجكم التاريخ عبر الخامسة قناة القرآن الكريم نستوقف أحداث التاريخ ونحلل أبعادها وخلفياتها لنستخلص الدروس ونعتبر وإلا فما جد والتاريخ إذا لم نعتبر كما جرت عليه العادة لن أطيل كثيرا لنبدأ في عرض موضوع هذه الحلقة الذي أعتقده موضوعا سبحان الله هكذا يؤسس لفقه التعامل بين البشر يؤسس لهذه الأبعاد الحضارية التي يفترض أن تسير عليها المجتمعات التي يفترض أن يسير عليها مجتمع الفكر الذي نناشده دائما إذا ما أردنا أن نستعيد أو نسترجع شرف هذه الأمة أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام موضوع هذه الحلقة هو ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان أعتقد ما أجمله من عنوان خاصة إذا ما استطعنا أن نمسى هكذا جوانب الحديث فيه خاصة وأنه يتحدث على موضوع التوحد والابتعاد عن الشتات داخل المجتمع بدون إطالة إذن سأرحب بأهل الدار علماءنا هذه الأمسية على يميني شيخنا سعيد معول أهلا وسهلا بك شكرا على الدار وبرك الله فيك أهلا وسهلا أنت أهل الدار أنا لا أدعوك لكنك أهل الدار أستاذنا محمد الهادي الحسني أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا بك شكرا إذن موضوع هذه الحلقة أو موضوع هذا العدد كما تحدد من خلال هذه التشاورات التي جرت بيننا هو ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان يعرف جميعنا وسأبدأ إذا سمحت أستاذي شعيد معول بشيخنا محمد الهادي الحسني يعلم جميعنا أنه سبحان الله الله عز وجل عندما خلق البشر إنما هم سيحتاجون إلى تفاعل بينهم وسيرورة المجتمع لا يمكن أن تكون إلا من خلال هذا التفاعل من فترة سبحان الله البشر أن يجتمعوا أن يتقابلوا ولكن أعتقد أن انسجام المجتمع في النهاية يحتاج إلى تفعيل جملة من القواعد إلى رسم خريطة طريق إن صح التعبير لتؤسس لفقه السلام بيننا كبشر الذي هو المقصد الشرعي من وجودنا هنا في هذه المعمورة كيف نؤسس لهذا الوجود المتعلق بكينونة البشر في هذه المعمورة وفقا لما يصوره أو للرؤية الإسلام في هذا الصدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلمة اللي يلخصها إبن خلدون رحمه الله في ما قولت الإنسان مدني بالطبع صحيح وهذا المدني ربي خلق هذا الإنسان ليكون مدني الشاعر العربي يقول الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا ما شاء الله فإذا خلق ربنا الشعوب وقبائل لتعرفوا ثم قضى الله أن يتدير هذه الرقعة من العالم هذه الأمة هذا الشعب هذا اللي هو الأمازيغ عاشوا ما عاشوا ثم قضى الله خط الأقدار أن يساكنهم أناس حملوا فكرة لم يأتوا طمعا في أرضين ولا في أرزاقين على غير من سبقهم من سواء من الواندال ولا من الرومان ولا من البيزنطيين ولا حتى من الفينقيين وهم في آراء كثيرة هم أقرباء لهؤلاء الأمازيغ إذن فثم تعالفت قلوبه الفئتين أو الشعبين وأخرج كما قال الإمام بن بديس لأن الكلمة التي تفضلت وبدأت بها هي كلمة للإمام عبد الحميد بن بديس قالها في نادي التارقي بعدما خطب الشيخ عيد حمودي رحمه الله باللسان الأمازيغي فقام عبد الحميد الإمام الحميد وعقب بهذه الكلمة قال العرب الأمازيغ جمعتهم يد الله بذلوا الدماء في المعارك في سبيل الله والحبر في مجالس العلم فهيهات ثم امتزج بينهما ليخرجوا منها شعبا أبوه الإسلام وأمه الجزائر شعب واحد أبوه الإسلام وأمه الجزائر فإذن الذي ساعد هذا التآلف هذا التراحم هي خلال وسيمات يمتز بها هذا العنصراني إضافة إلى القيم الدينية التي أشربوا حبها سواء العرب الذين جاءوا ما هو عرب برك في الحقيقة الذي جاءوا الإسلام ليسوا عربا فقط كل من اقتنع بهذه الفكرة وهو جاي في طريقه ويجيب احتمال في طريقه ثم لما اقتنع هؤلاء الناس سكان الأرض الأصليون بهذه المبادئ اندفعوا كأن القضية والتي قضيتهم الخاصة ليس الخضية اللي جاء بها والتي قضيتهم وهذا يجسده تجسيدا جميلا جدا المجاهد طارق بن زياد رحمه الله إذن فالحكمة البشرية والأمر الديني يقتضي أن يتحول هذا التآلف هذا العيل إلى ما يود إلى حب إذا ما يكونش ما عندهش حتى معنا وقد نفصل في هذا القول في صحيح بارك لوفك أستاذنا محمد الهادي الحسني فيما سيئت بارك لوفك شيخنا محمد الهادي الحسني أقول على هذه التوطيئة وعلى هذا المدخل الذي سنحاول أن نبدأ تفاصيله عندما أنتقلوا إلى شيخنا سعيد أمعول والأستاذ محمد الهادي الحسني يتكلموا عن هذه المحطات التي يمكن أن يعلق البعض من خلالها قواسم لفترقنا أو قواسم مشتركة لاجتماعنا أعتقد أننا نحتاج في النهاية إلى أن نتحدث عن أزمة أقول الاستعلاق العرق الاستعلاق المعذرة العرقي التي أصبحت تؤسس لعلاقتنا الاجتماعية والتي أصبحت تؤسس لشتتنا أكثر من توحدنا البعض للأسف شديد يستثمر أو يشتر بعض الخطابات التي تتعلق بالاختلافات في اللغة ربما الاختلافات في الانتماء الاختلافات في العرق وينسى مقابل ذلك القواسم المشتركة التي تجمعنا أكثر مما تفرقنا أستاذي سعيد معول سؤالي لك هو هكذا بصراحة أيعقل أن نستثمر في بعض الأشياء التي تصنع ثراءنا ثم ننسى كل هذه القواسم التي تجمعنا ثم إذا شئت تفضلت هل لك أن تبيننا ما هي القواسم الكبيرة التي تجمعنا خاصة في هذا الوطن الحبيب شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنك سألت عظيم مثل هذه القضايا لا تكفيها حصة في التليفزيون ولا الدرس ولا محاضرة وإنما ينبغي أن يكون موضوع وحدات ومقاييس في مختلف الجامعات ومناهج وبرامج في مدارسنا وفي تنوياتنا وفي كل مؤسسة تنشئة الاجتماعية صحيح معقول لأن الجزائر وشمال إفريقيا والمغرب العربي بصفة عامة يمثلوا عبر تاريخ من دراسة خاصة لها خصوصيتها ومثل هذه الأسئلة التي طرحتها ينبغي أن تشكل إجابة من أجل البحث عن إحياء هذه الخصوصيات التي تمتاز المدرسة المغربية بها في سائر في سائر مجالات لأن موقعنا الجغرافي جعلنا نتعرض لمختلف زوابع سواء أتت من الغرب وهو الأسس أو من المشرق لأن احتولوا أتتنا من المشرق فإننا حينما نبحث ونعمق البحث نجد الغرب 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 وراءها أضرب لك مثلا عند قيام الحركة الإصلاحية في المشرق على يد جمل الدين الأفغاني رفاها شهار الجامعة الإسلامية ولكن بريطانيا العظمى التي كانت سيدة الموقف في تلك الأثناء في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى قابلت هذه الفكرة بفكرة أخرى وهي طبّلت كثيرا لما يسمى بالبعثة والقومية العربية من خلال الإخوة الذين نختلف معهم وما يزالون يعيشون كعرب لهم حقوق الموطنة لا جدل في ذلك ولكن هذا انجرت عنه رياح جابت قاسي الأرض التي كان أهلها يوالون الإسلام ويوالون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا هذا الولاء على أساس فهمي صحيح لأن التكلم عن الجزائر أجدادنا منذ الوهلة الأولى حينما اعتنقوا الإسلام وهو من أسرع شعوب الأرض العتناق الإسلام منذ البداية ميزها بين عروبة أبي جهل وأبي لهب وعروبة حمزة وعلي بن أبي ثالب ومنذ تلك الوهلة الأولى أيضا ميزوا بين أمازيغية طارق بن زياد فاتح الأندلس وأمازيغية المشتكين الذين ظلوا على طول زمان يسألون من نحن وكأن التاريخ فصل في جميع الهوية سبحان الله ولم تبقى أنا إلى هوية أسألوا دائما من من أنا ولماذا نازلنا نعيش الصراع الآن أقول هذه السرعة لماذا اعتنق شعب والإسلام بسرعة طيب كنت أود أن أهتف الأستاذ أنا بحثت عن كتاب الشيخ نعبد الرحمن الجلال الجلال يا رحمه الله الجزء الأول أقول لك بس جيبه لأنني بحثت عنه لم أعثر علي في البيت لست أدري لمن أعطيته يكتبوه وينقوله عن جميع المؤرخين الغربيين عن طبيعة الأمزح تقبل الإسلام كان هذا المجتمع لا يشرب الخمر كان هذا المجتمع يعيش على النباتة ولا يربي الخنزير هذا موجود حتى السعاء أو العاشرة في تاريخ عبد الرحمن وكان المجتمع مجتمع العفاق وكان المجتمع مجتمع العفاق ما مع المجتمع العفاق مجتمع طهارة الإخلاقية بين قوس السعيد هذا الكلام قالوه قبل الإسلام قبل الإسلام في مذكرات ويليام شالير آخر قنصل أمريكي في الجزائر قبل الاحتلال موجود مطبوع يقولوا إن هذا الشعب لا يشرب الخمر بارك الله فيك وقد بقي الرومان هنا مدة خمس قرون وأنا أسكن في منطقة طار بيته في منطقة جبلية ما تزالوا معرفة الآن عند سفحي جبل طنقوط المقابل جبل أكفدو وجبل بونامان ما تزالوا أثر رومان أحجار رومان فيها وما تزالوا شجرات الوسم العنب الذي غرسوه من أجلي أن يعصيره الخمر ولكن بعد خمسة قرون حينما طردهم أهل هذا البلاد انتقلوا لم يتركوا لا أثار ثقافي ولا أثار حضاري ولا أثار ديني وقد كنتم منذ أيام في ولاية سوق أهراس وأسلم على أهلها ورأيت هذه البلاد التي كان هؤلاء يتشكعون فيها ذهبوا لم يتركوا هذه الأثار ولنما حينما جاء الإسلام هذه الأخلاق التي كانوا عليها حينما فهموا بمجرد مفهم هذا الدين الذي يدعون إليه وخاصة في قضية الإيمان هذا الإله الذي نؤمن به ما عنده نسيبه ما عنده نشكه ما عنده نزوجه قل هو الله أحد الله صمد لم يلي دول ميول دول ميكون له كبؤنا قال هذا هو الدين الذي نبحث عنه فسارعوا وهذا باتفاق الجميع المؤرخين هذا الكتاب الذي أحفظ به منذ 59 سنة في البيت إن شاء الله الله أكبر يبدو أن أعرف قررت فيه تاريخ فرنسا وطاريخ الجزائي في سنة ربع ابتدائية شوفي الدرس التاسع وأقرأ أولا كما فيه حرفيا لأن ما حفظناه ونحن صغار لا يمكنه أن يفارق كنقشي في الحجر رؤسنا حتى إلى أن نموت نحمله معنا إلى قبورنا حينما الدرسنا كي الدرس التاسع مومي محمد هما يسميه مومي علمونا هايلك الخلاصة في الكتاب سأقرأوه يقول لي لازل تحرف ولا نقص تحرف مومي إني أونسان سوسوس وصندي صلامك محمد ولي ده في 570 في ملكا وهو في الحقيقة يقول لي لقرأوه كتاب القرآن بمعنى أنه ليسواحيين عبقارية مثل ما صباح بعد ذلك بعث البعثيين القوميين يقولوا بأن القرآن هو امتداد دون تابعي للعبقارية العربية ما شواء سبحان الله يقول لقرأوه يقول لقرأوه يقول لقرأوه الإسلامية هي التي جاءت أحد غولة الإستعمار جنرال بيشو حين منتقل هذه بركة وأتركوا لأخينا السيمو حمد يكمل 1841 راح لفرنسا بشي قدم تقرير للسلطة المركزية والتقى بالكاتب الفرنسي الشهير صاحب الرومانسيات الذي كان يبكي على ناموسة تموت في فيشتوريكو بعدما تبذل الحديث وتعرف قال سأقدم تقريري لأن فشلت في المهمة لأن الكاتب كان قد سأله هل استطعتم أن تعيدوا لنا إيرتا جدتنا روما قال له سأقدم تقريري لأن فشلت قالوا إياك أن تفعل يتعين عليك أن تطلب المزيد من القوات التدميرية ويتعين عليك أن تنجح وأن تبيض ذلك الشعب وتعيد لنا إيرتا جدتنا روما وقال له هذا الجنرال الذي يعرف الحقيقة في الواقع وقد كتبه بعد ذلك في مذكراته لمن يريد أن يطلع عليه تستطيع أن تأخذ جمجمتين سبحان الله جمجمة لجزائر مسلم وجمجمة ل مسيحي فرنساوي عن فرنكو كاريتيا وقال له تضعها في قدر واحد لتغليها لمدة قرن وفي نهاية القرن تتحصلون على شربتين مختلفتين كل شربة بطعمتها بمعنى هذا الكذا ما معنى هذا الناس الذي نتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي واحد والله ما يجد يولي الخرفة هذه انتعنا الأب والابن واروح القدس يعرفوا قلو الله وخلاص هذا الشعب الذي علمه دينه هذا الإسلام أن المؤمن حر كما يسمي وهما لليبرتات كونسيانس حرية المعتقد وحدك بين بك ربي كتحبت لي ربي رفدي تدك ورح له ما تحتاج لواسيط لا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى سكوك الغفران خرافة سكوك الغفران نقطة الأخيرة وهي مهمة جدا هذا الشعب الذي علمه الإسلام إن خلقناكم من ذكاء وأنثى وجعناكم شعوب وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم وإن الله يعتقاكم لا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الديانة المنغالقة التي يقول أهلها وقالوا نحن أبناء الله وأحبائه بمعنى غير نحن أولاد ربين أخرين قال لازم يبقوا عبيد أميين سبحان الله في الإسلام إذن حينما تنقاه شعبنا عن وعي عن وعي صحيح وأنا حينما اطلعت على ما كتب في الشرق وما في الغربي قلت الله وما رحم اجددنا لأنهم والله ما دخلونا لا في مأزق كثير من المزلمين ولا في محمقات كثير من المتمدين الغربيين وهذه المدرسة هي التي هي مبغي أن نسعى من أجل إحيائها إن شاء الله ونعلموها لولدنا خاطر اللي معلمناش لولدنا كأننا لم نفعل شيء كلامك رائع عفوني وشيق لا لا أطلت في المضمون وشخصيا أنا استمتعت وأعتقد أن المشاهدين لو يسمعوني يقولوا نحن أيضا نستمتعنا أنتقل مباشرة أتلقف كالعادة منك الخيط إذا سمحت لي أستاذي وشيخنا سعيد معول وأستاذ سعيد معول يتكلم أستاذنا محمد الهادي الحسني كأنه أشار إلى حالة الأمازيغ الذين كانوا وتفضلت وأضفت أن حالهم كان هكذا على استقامته قبل ظهور الإسلام اليوم إذا سمحت مالي من منطلق تخصصي الذي هو هذا المجتمع وتشريحه وتمظهورات هذه الأفكار على الواقع الذي يحدث أنه للأسف شديد كما قلت سابقا فكر الاستعلاء العرقي هكذا والمركزية العرقية التي تريد أن تفهم الآخر أو التي مفادها أن كل شخص يمجد أمته يمجد جنسه ويعتقد أن هذا الانتماء بالنسبة له هو أفضل الانتماءات وبالتالي قد يمتد الأمر إلى أكثر من ذلك هو رفض رأي الآخر تهميش الآخر محاولة محاربة الآخر خطابات الكراهية والعنف المتكررة من خلال هذا التركيز على هذه العرقية الذي يحدث وأنا أستمع إلى خطاب شيخنا سعيد الفادل أن الحال هو كان على غير ذلك قبل الإسلام فلماذا هو حالنا هكذا في هذا المجتمع الحبيب وفغيره من المجتمعات ونحن من المفروض الآن ننتهل ثقافة الإسلام من كل منبعين وفي كل حين لماذا نمارس هذه الكراهية مع أن الإسلام سبحان الله خلانا نشوف أن الأمازيق سبحان الله عندهم محطة في التاريخ الإسلامي وأن هذا النقطة وهذا الاحتساب نقول العرقي لا يمكن أن يكون له محل من الإعراب ونحن مسلمون كل كلامك في الصاميم في منطقة زواوة فيه مثل يقوله أربي عندما نذهب إلى الله ما يطلب مننا لكسر النسانس ما يطلب مننا ناس وماليتي يطلب مننا الكاجردسيا وش خدمت وهذا هي ترجمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا لابنته بضعته ليه يا فاطمة يا فاطمة اعمالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا الإسلام يقوم على ما قدمت من عمالين صالحين من عمالين صالحين إذا ما كانش عامل صالح كوني بنى من شيئته كوني بنى من شيئته فإذن هذه النعمة التي نعام الله بها علينا أولا هذا يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبر عليها بنتانا دعوها فإنها منتنة هذا الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم قد يردني بعض الناس يقول لك يعني يحب يدير من الحب قبا قال هاو سيد عقبا قتله الأمازيغ أنا نرى طبيعي هذا هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نشاء في مكة بين قوم وعاش معهم أربعي سنة وفي عائلة معروفة كي قال لهم قولوا لا إله الله ربي قالوا وكذب به قومك سبحان الله وش هذا من عمنا من وش بعدك من عمنا لا نعرف إلهك أو أجعل الآلهة إله واحدا إذا كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان عم محمد صلى الله عليه وسلم أبو لهم لما يسلم لم يسلم فكيف أن نستغرب أن يواجه الأمازيغ الدفعة الأولى من الفاتحين ما نعرفكش ما يعرف لغته ما يعرف مش مجال احتيكيك يومي ولا على الحدود مع بعضهم إذن بالطبيعي هو في رأيه كين الرومان كين البيزنطيين كين الواندال جاو يدي والخيارات التعلم ظننا أن هؤلاء مثل أولائك فلما تبينا وهذا الدليل يعني باش نشوف حتى سيدنا حتى عقبة لما قتل من طرف كوسيلة لم يقتله لأنه مسلم أو لاختلاف قتله صعرا ل كيفاش يقوله أغين أحس بإهانتين والدليل على ذلك أن ما قتل ما قتل عقبة وهذا طبيعي أن يحدث بين البشر في كل زمن وبكل مكان وقد حدث قبلا الذي أحسن إليه قبل عقبة هو أبو البهاجر دينار وقاتله أيضا لأنه أراد أن يموت مع عقبة لما طارد ليقتلوا وقتلوا لينهزموا انهزموا دخل كوسيلة إلى القيرة والعاصمة هل سهدم مسجدها هل اضطهد المسلمين الذين كانوا ثم نساء وشيوخ وأطفال لم يمسسهم بسوء لمدة خمس سنوات لم يمسسهم بسوء إذن فلما يعملوا ناش هذا من الحب قبضة لما عرفوا أن ما جاء به هؤلاء الناس هذا الدين هذا يختلف بدالي لأن أعطيك أربع قرون والرومان هنا لم يبرز من الجزائريين إلى وناس يعدون على الأصابع ولم يتولى جزائريون السلطة في الجزائر خلينا زوج عباد ولا ثلاثة تحت إدارة جيباد كان يأتمر بأوامر روم ما كانش عنده استقلالية ولا بينما لما جاء الإسلام في القرن الثاني للهجاة أصبحت أول دولة انشقت عن الخلافة الأباسية في المشريق هي الدولة الرسطومية أمازيغ ولم يفرقوا ربما القيادة كانت رسطومية أما القاعدة الشعبية الآن هي أمازيغ وهذا يتحمله يبوء به المنظومة التربوية لما نقلتش هذا القيم هذه بما نراه هذا الاتساع هذا للناس ولم إلى عهدين قريب لم يكون الناس يفرقون بين عربي بالمفهم لقالوس السعيد عربي يعني سيدنا جعفر ولا سيدنا علي ولا سيدنا حمزة عمر بالخطاب وبين مسلم إذا قيل في الجزائر مسلم معناها عربي وإذا قيل عربي معناها مسلم وهذه خلقتنا إشكالية مع إخواننا في المشرق هو عربي واسمه جورج ما فهمش الشعب الجزائري هذا القضية هذه هو عربي واسمه ميشيل إذن فالخصوصية اللي يحكي عليها الشيخ السعيد خصوصيا يعني حقيقة من أروع كان الشعب منسجب في في وصوله في أفكاره في تصواته لماذا لم تكتور عندنا المذهبيات وخصائص تدينه وغيره وخصائص تدينه في مجتمعين لم تظهر حتى المسيحية المحرفة رفضها الأمازيغ ممثلة في الأبدون اللي كان يقول يعتبر الكاثوليك ما يناديهم ش الإخوة لا يدفنون في مقابرهم عندما يهاجمون الرومان لأن الرومان تبنوا الكاثوليكية هذا التثليت والمسيح طبيعة إلهية وكذا فعندما يهاجمون قوافل الرومان أو ثكاناتهم أو مستعمراتهم وشي وشي عارهم هذو الدوارين اللي يسميهم دوارين جنود تبعين للمذهب الدوناتي لله المجدو هي نفس الله أكبر اللي كانوا يعطوا بها أول نوفمبر ولا الأمير عبد القادر ولا فاطمان سومر ولا إذن كاين استمرار رائع جدا بهذا اللذك وبسرعة تعجنت كاين ما قوله إذا سمح لسي السعيد يقولوا الإسلام غرب وعرب في الجغرافية إحنا أقرب إلى الجزيرة العربية ولا إيران أقرب وكايران تقطع غير الشطة العرب هذا كاك في إيران في الفرس لماذا لم يتعرب الفرس لم يتأخذ العربية لسان واتخذ الأمازيغ اللي بعدين بحوالية 3000 كيلومتر عن الجزيرة العربية اتخذوا العربية لسان سبحان الله إذن عرب غرب الإسلام وجاء إلى الغرب وعرب سبحان الله غرب وعرب ولذا كاين ما قوله يقول تمزغ العرب علش ما خلا ما جابوا الناس العرب اللي يجاوا لهنا محتفظوش بالعباية هذي وبالغطرة وب وتعرب الأمازيغ هذوك العرب اللي يلبسوا القنظورة والشيش نتعنا والبرنوس وكذا والأمازيغ تخذوا اللسان العربي لا لأنه لا العرب لا لأنه يتكلم عن الدين لأنه وسيلة للدخول وفهم هذا الدين بارك الله فيك أستاذ محمد الهادي الحسني وأنا أشاهد وأنظر لأستاذنا سعيد معول وهو يرتدي هذا اللباس التقليدي الذي لديه رمزية كبيرة جدا في هذا الوطن الحبيب أعتقد ألست تعتقد أستاذ سعيد معول أن هذا اللباس في النهاية إذا اعتبرنا اللباس عنصر ثقافي في المجتمع ويعبر عن الهوية وما أدرك ما الهوية في زمن أصبحت سبحان الله تكسر فيها معالم الهوية عبر العولمة ونموذج الإنسان الكوكبي أليس هذا الرداء أو أليس هذا اللباس يرمز للانتماء الجزائري بكل مناطقها يلبسوا القبيلي ويلبسوا في منطقة العاصمة ويلبسوا في مناطق الجنوب ويلبسونه في كل المناطق الأخرى بالتالي أليست هذه نقول المركزية المركزية العرقية تعبر في النهاية عن نقوله مخلفات من الاستعمار وكان واحد كانت هذه المحطة واحدة من الخطط الاستراتيجية التي فعلها الاستعمار الفرنسي وهذه واحدة ثم أيضا لماذا تستغل أو أليست هذه الخطط أيضا تستغل من أجل تحقيق أجندات مصالح إن صح التعبير بارك الله فيك قلت لك الموضوع هذا يحتاج إلى مقاييس أعداد صحيح يحتاج لأن شوف نضيف عدد آخر بإذن الله بعد الاستقلال وطنين واستقلال وظهور بعض الحركات تحرورية في العالم العربي والإسلامي والإفريقي تحررت كثير من الشوق ظهرت فكرة قوية في الغرب وخاصة في فرنسا تدعي بأن هذه البلدان ظهرت إلى الوجود بفضل الاستعمار وقسموا الدول إلى قسمين قسم ساهم في الحضارة الإنسانية وفي التاريخ وقسم ظهر إلى الوجود بفضل الاستعمار اسموهم الناسيون إستوريك دول تاريخية الناسيون جون يعني دول ناشئة وكانت فرنسا وخاصة في وسط البرجوازية وما كتبه بير نورا وجمعته يرون بأننا لم نصبح دولة ولم نصبح أمة إلا بفضل الاستعمار الذي جاء لي يمديننا وفي هذا السياق حينما زارنا رئيس الفرنسي فرنسي فرنسي عزيز كاردستان في 75 قال إن فرنسا التاريخية تحيي الجزائر المستقلة وقد فهم كثير منه وخاصة من الصحافة ووسائل إعلام المختلفة التي كانت عندنا في ذلك الوقت المجاهد والشعب والنص والجمهورية والتلفزة الوطنية كانوا يعتبرون أن هذا مدعو من قبله ولم يعمل بأنه كان قدحا إلى أن ظهر المقال الذي كتبه المرحوم مولود قاسم بتوجيهه حتى من رئيس الدولة الجمهورية في ذلك الوقت أي نبي نبي أن هذا الوطن وأن هذا الشعب أقدم حتى من شعب الفرنسي هذه وحدة ثم أيضا هناك من يتدخل في هذا الشأن حتى من أخوتنا المشارقة أذكروا حينما تأسست وزارة التعليم الأصلي وسؤون دينيا هذا هو العدد الأول من مجلة الأصالة الأصالة هذا اسم جاء من أجله هذه الفكرة التي كان الاستعمار يوزعها في كل مكان بأن هذه الدول سواء جزائل ولا إفريقيا ولا تونس ظهرت الوزير بفضلنا ظهرت هذه لتدافع ضد هذه الفكرة ولتناظر هذه الفكرة وكانت صورة يغورطة على المجلة هنا أيضا نطق بعض الذين يحسبون أنفسهم مشايق وأنهم أستر ونحن ما زلنا تلامل لديهم ظهرت كتابة في مصر ظهرت كتابة في المشرق واحتعز بعض المشايخ يقولون وينددون بهذا العمل ويقولون بأن الجائزة تريد أن تعود إلى الجاهلية بمعنى بالنسبة إليهم أن هذه الأمة لم تظهر الوجود إلى بعدها إلا مع الاسلام وارد عليهم في ذلك الوقت الكوروسي مولد قسم قال لهم يا إخوان لماذا جمال عبد النصر رحمه الله حينما صنع السيارة الأولى المصرية حينما كانت تحاول أن صنع سيارات اسمها رمسيس لماذا لم تنكروا عليه ورمسيس يلينا مع العلم بأن في العالم إليذتان إليذتهم يروس المملؤ بالأساطر كذا وهذه الإليذة المملؤ بالحقائق تاريخية حينما رد علي هذا الإنسان الشاعر هذا الشاعر كان في أمة أخرى مفدي زكري في تقدير المتوارع وأنا كنت قديم من أستاذ أدب أعرف أقيم أقيم أعرف بعض قيم في الأدب لو كان عند غيرنا لا صنع لا رفعت له التمثيل في كل جهة الوطن يرد على هؤلاء الذين ينكرون علينا تاريخنا وهذا الكلام لا يجرؤ أحد على قوله أولئك أباؤنا منذ عسى وكان محمد سهرا لعيسى إلى أن قال لا إن حارب الدين خبث النفوس فلم يغمط الدين هذه النفوس ولم نكن ننكر أباءنا أكانوا نصار أكانوا مجوس وهل كان بربر إلى شقيق لجرهم هل لا نسينا الدروس إذا عراب الدين أصلبنا فما زال أحمد سهرا لعيسى إن شاء الله إلى أن قال ووهي بن العربة ويعربة التي أشرت إلي عربة حمزة وعلي بن أبي صالب ووهي بن العربة جنس ودين وإن بما قد ووهي بن أراضينا نعم إذا كان هذا يوحد صفن ويجمع الشمل رفعنا جبينا وإن كان يعرب يرض الهوان ويلب سعار أسأنا ظنونا نعم التوصيف وقلنا كسيلة كان مصيبا وكاهنة الحي أعلم منا فأهلا وسأهلا بابناء عمين لأن تاريخ يؤكد هذا نعم سبحان الله فأهلا وسأهلا بابناء عمين نزلتم جزائر نفاتحينا ومرحل عقبة في أرضنا ينير الحجا ويشيع اليقين ويعلي صوامع في قروان ويرفعها للدفاع حصولا يبتو قائلوا سبحان الله قائلوا هذا الكلام أنا أذكر حينما وبتوجه من أمازيغي نعم وأذكر حينما بدأ يلقي هذه الإلياذة التي كان وجهها لتدريسها في ثانويات وأنا كنت في تلك المرحلة أستاذ تعليم ثانوي كان يمكن أنه لحينها لتصبح قصيد القصائد لأن كل تاريخ وحقيقة أذكر حديث مولد سيمول الله يرحمه كان يستيقظ في الأهزاء الأخر من ليل ويهتف لمفدي زكاري الفكرة جاتوا لما جاش لأنهم يتفقون على الحدثة التاريخية وهو يصغها في قال بن شعري حينما يختلفون على أي قضية جزئية تاريخية يهتفون للمرحوم عثمان كعاك في تونس يستشير هذا مجتمع فكرة لأنه كان مؤرخا حقيقيا في تاريخ شمال إفريقيا وخاصة الجزائر ليتفقوا في النهاية على التاريخ الصحيح ليذكروا واشقال خلاص هذه بركة ويعليس ومع في القرآوان ويرفعها للدفاع حصونا يبث المراحل في كل جن فرعت أساليبه العالمين وبدله الصمر بطبرا بملح وكان فزان عنه ظنين وما كان جوهار إلى مدين لعقبتها يمستقل يمستقل السفينة هذا شعر على الغرب الذي كان ينفي وجودنا وأننا خارجنا من الوجود من الوجود إلى الوجود بفضل الاستعمال وارد على الذين يعتبرون أنفسهم أصياء علينا باسم الدين وباسم العربة وباسم أي شيئين لأن هذا الخلاف له جذره حتى في صورة أقول واذا حتى مسؤولية الأستاذ حتى الخلاف الذي ظهر بين الزعماء هذه فقط نسكت أنا مرحبا بين بعض زعماء الثورة أسمعوا كثير من الأقاول هنا وهناك اليوم ما ظهر إلا بناء على هذا الخلط في الفهم صح هناك من زعماء الثورة من آمن بالقومية بإنشاء بإنشاء دولة قومية وهناك من مدر له على قدر غطائه قال أنا أؤمن بالدولة الوطنية والدولة الوطنية في إطار طبيعي العربي الإسلامي بمعنى بكل ذقاء وبكل وضوح ولكن أنا كذرس كرجل جاء بعدهم لا يمكنني أن أتهم هذا صح ولا أتهم هذا ولكن أفهموا مبررات هذا وأفرهموا مبرراتها لم يفعلوا ذلك بسوء النية لماذا آتي اليوم وأحمل هذا سوء النية وذكى السوء النية والنية لا يعلمها إلا الله سرائر القلوب ولكن دوري اليوم صحيح يعتك صح ويلخص هذا لما قول تعال الشيخ عبد الحميد بن باديس أعيش للإسلام وللجزار وقال أنا منيش عنصوري ولكن أنا نقدر نخدم بلادي هذا مكان هذا هو الأصل فلو كل واحد خدم بلاده نكون أمام لها هذه هي صحيح إذن مشكلتنا أستاذ محمد الهدي الحسني الشيخ سعيد معول أننا للأسف الشديد لازلنا ننفخ أو لازال البعض يريد أن ينفخ في مثل هذه التفاصيل التي تؤسس لتنوعنا دائما هذه الأبيات الشعرية سبحان الله التوصيف والجواب أعتقد الشافي والكافي لكل من يوهم نفسه أو يريد أن يوهم للآخر بأن الجزائريين متفرقين أو بأن الجزائر فيها اختلافات وفيها صدعات ليس هناك أجمل أعتقد من هذا الجواب الذي أسس له أو أسست له هذه الإليادة أحكي إمرك فقط طيب تفضل أستاذ روح من تين دوف في أقصى الغرب إيلات بسا من تيب بازا إيلات من راست أمشي أي واحد تلقاه تناديه تقول يا سيمو أحمد تحب تعرف ما كان ولا تسأل سيمو أحمد السلام عليكم كنت في بيروت مع شخص في أعمال كنت عبوا أن ندخلوا الماحل نقول السلام عليكم السيد أكبر مني تجربة وعلم وخبر يقول لي سيل هدي هنا مكش في الزاير يمكن هذا ميشيل يمكن جورج يمكن والله العظيم الأمر يختلف يقول لي يرك مكش في الجزائر في الجزائر تمشي من تين دوف أنا نقول لك إيلات بسا مكش واحد يقول السلام عليكم كل يرد كلهم يرد لك السلام عليكم وعندما تنادي محمد جميع اسمهم محمد وهم الناس يجيوبك سبحان الله وهذه نعمة إذن هذه نعمة لازم الناس يعرفوا مثلا يعني كدولة لبنان إخوانا أو لذلك أراهم فيها 17 طائفة الله أكبر ومحتاجين أنه يتعايشوا ما يتلاقاوش يستحيل هذه البلاد هذه فيها عنصوراني وما كان ما كانش واحد يعرف إذا كان حقيقة أمازيغي ولا عربي صح وهذا يؤكده الواقع يعني مثل خناس آية العربي اللي في الأم سي بي محمد اسمه آية العربي صح ويناظل في هذا الحركة اللي هي الأم سي بي الحركة الثقافية الأمازيغية ولا البربارية واسمه آية العربي ولكن لا يهم هذا لا هذا ولا هذا سلمانو فارسي وبلال حبشي وصهيب رومي وكانوا من أقرب الناس إلى محمد العربي سبحان الله إذن فلازم ثقافة لنشيعها بين ويساعدنا على ذلك واقعنا الفرنسويين لما دخلوا لهنا بلاد كبيرة ولكن كيف قالوا قال العنصور الذي وحد هؤلاء الناس هو الإسلام العنصور الموحد اكتشفوا ذلك لو كان نغرسوا هذه التربية الإسلامية وهي كما يقول الشيخ الإمام الإبراهيمي قليلة التكاليف مضمونة النتائج صحيح تقول تعلموا ترسخوا إن المؤمنون إخوة إخوة مشي مشي كامارات مشي فوازا مشي إخوة بالعربية كلمة إخوة تطلقوا على أبناء الصلب الواحد وجاء إخوة يوسف اللي موت فإن كان له إخوة إذن فكلمة الإخوة تطلقوا على كأننا أسر لأبين واحد لعائلة واحدة إذا علمناها ماذا وش تستوجب الأخوة هذه تستوجب أننا نحب بعضنا صحيح أننا نضمن مع بعضنا صحيح أننا نقول كما قال الرسول عليه وسلم إذا تداع له إذا كيف شتكى منه عضو يعني تداع له سائر الجزدي بسهار والحم هكذا نربي والمجتمع نظم الصغر وميزان نظم حين ميش قضية أمازيغ وغير أمازيغ هيتوقع معرأ ماتش بين حيين تقع القيامة وتقع الفوضى وتقع لأننا عرضنا عن هذه القيم وعن هذه الفهومات أيضا الإسمنت الذي يجمع الجزاريين هو هذا هو الإسلام وبالإضافة وهذا يستوجب علينا إذا اتفقت معي أستاذنا وشيخ محمد الهادي الحسني أن الخيرية هي في النهاية ليست مرتبطة بعرق أو بلغة صح؟ أبدا إنما هي مرتبطة بهذا الممارسات التي تؤسس أستاذ سعيد معول إلى فقه التدين الصحيح في هذا الإطار أستاذ سعيد معول المؤسف أنه حتى يكونوا هكذا واقعيين كلامكم رائع ولكن على مستوى الواقع الاجتماعي لا تنطبق عليه مثل هذه الفهومات أعتقد أن كلامكم يؤصل إلى أن التاريخ الإسلامي فيه محطات جميلة جدا جامعة والحمد لله أكثر مما هي مفرقة فلماذا لا ينسحب ذلك على مستوى تعاملاتنا اليوم؟ لماذا نشاهد ما نشاهده من هكذا؟ سبحان الله قلوا استعراض للعضلات وسب والشتم على مستوى الواقع الاجتماعي الواقعي وعلى المستوى الافتراضي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيسبوك للأسف الشديد أصبح يؤسس لعدوات لا منطقة لها وسبحان الله يفتح المجال هكذا للسب والشتم فهل هذا هو المسلم؟ وهل هكذا يكون المسلم؟ يعني مهما اتفقنا أو مهما اختلفنا هل نؤثم هكذا بصراحة؟ حتى يعتبر الواحد فينا أعتقد هل نؤثم؟ وهل يحق لنا أن نصنع لأنفسنا تبريرات بسبب أني أمازيغي أو أني سبحان الله من الجنوب أو أني سبحان الله أتكلم العربية أو أني أتكلم الأمازيغية؟ هل أؤثم إذا ما سبحان الله كان عندي تدين مخشوش في أثناء تعاملي مع الآخر إذا سبيت الآخر إذا سبحان الله تجوزت حدودي مع الآخر أعتقد أننا نحتاج هكذا إلى طرح مفهوم حقيقي وبكل شجاعة شوف حينما تطرق بيتك بدون نوافير وبدون ثقوف وبدون إبواب ستتعرض لمختلف الزوابع سواء أتك من هذه الجهة أو من تلك الجهة ولكن البيت يجب أن تحسن وتحسن هذه الأفكار إلى عهد قريب إلى عهد قريب يضربوا لك الأمثلة والأمثلة التي بها يتضح المقال احتلأوا كثير من كلام النظاري تحدثت عن تديون صحيح وتديون المغشوش وتديون المغشوش يقدموا لازمة ويصنعوا تخلف ويعيشونسوا معه في حارس أجددنا كانوا يعرفون يفرقون بين دين كدين وبين دين كإليولوجيا بين دين الذي يجمع الذي يربط الإنسان بخالقه وبإخوانه وبين دين الذي يستغل من أجل أغراض أخرى كما قال الإمام علي للخوارج حينما زايدوا عليه قالهم يا أيها الذين يطلبون دنيا بممارسة أعمال آخرى كفوا هذا الدين شعبنا فهم على أنه الدين هو الدين ما هو إليولوجيا ما هو دين طائفي ما هو دين فئوي ما هو دين لأغراض أخرى دين الذي يحرر ومر الإنسان وقلب الإنسان ويجعلهم معلقا بالله تعالى ولهذا الغش هذا كامل ما خلناه يدخل أرضنا ولكن مع الأسف في هذا الاستخلال دخلنا للأسف في سبعين يتباش نعطيك أمثيلة وزارة تعليم الأصلي في الشؤون الدينية بنات ثانوية في الصحيف واسمها ثانوية الموعيز لدين الله الفاطمي والله ما سمعت في ذلك الوقت وحد يقول هذا الشيعي مجرم على السميت عليه هذا جهنم جهنم أنت عربي والجنة أنت عربي أنا بنسبة إلي هذا أسس الدولة وبان الأظهر والقاهرة هكذا قلنا لنا في ذلك الوقت في المدرسة لم يهمني شو بعد لأنه نطلق أخدم هنا وبنا هنا نحن نؤرخ له كشخص كتاريخ ثانوية لابننا ثانوية أفلح وثانوية عبد الرحمن بن رستو في تيارات ولو اعتقلنا هذا توركي واسمها هذا فارسي ولكن قالوا أسس الدولة رستومية وأحضرنا مؤرخي العالم في ذلك الوقت والملتقى في صدراته في ولاية ورقلا دام 12 يوما حدثنا جميع المؤرخين من المشارق والمغالب عن هذه الدولة ودورها الحضاري الذي لعبته في البلادنا ما قالوا نجد فارس ومينجا ثانوية محمد بن عثمان الكبير في وهران لم يقل لنا أحد هذا كردي وجنسيته تركيا ماذا يفعلوا في وهران قيل لنا بأن هذا مسلم وسل دمائه مع دمائنا حينما حررنا وهران وأبعدنا عنها الحملة الصليبية التي قادها الإسبان وحولوا مسجدنا إلى استبيلات ومنها جمازيتنا هذه المبادرة التي يسميها الشولان برجليا المبادرة التي جاءت من جزائر هي التي غيرت من جر التاريخ الإفريقي روحي الوسط العاصمة بجانب الجامعة المركزية واسمها ثانوية هذه خير دين وعروج تعرفين خير دين هذا وشكون جنسيتها الأصلية يوناني وعروج أين متى نعم في جنسيت سبحانه الله ولكن بعدما أصبح جهد في سبيل جزائر هذا يوناني بعدما أصبح مسلما هذا هو وجاء هذا هو التعريف نعم بعدما أصبح مسلما وتحالفت معه في عرض البحر الأبهر المتوسط من أجل أن رد العدوان الصليب على هذه الأرض التي قرر أباؤنا بأنها إيرث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مني وأنا منه عجب خير دين خير دين رايحة الأحسن شارع يعني يتبضع في أحسن شارع في عاصمتي سبحانه الله نفتح كوسنا لماذا نقبل موريس عودان مرحبا به ولا نقبل اللي بنى هذا المسجد هذا اللي هو حسن فنزيانو سبحانه الله مع أن حسن فنزيانو أسلم إيطالي أسلم موريس عودان لم يسلم لماذا نقبل موريس عودان ولا نقبل حسن فنزيانو وهذه عقد أخرى تحتاج إلى التصحيح أستاذ سمحت لي هذا أيضا جنب آخر مهم موريس عودان وقف مع الحق نعم كان بإمكاني أن يقف مع الظلم نعم وهو أستاذ جسيم وسيم نعم لا ننكر ذلك في جامعة الجزائر يعلموا رياضيات لا ننكر ذلك لكن هذا عند بعض الناس نحن لا نفرد لا يضيقون ذلك صحيح لكن بعض الناس لا يقبلون حسن فنزيانو ويقبلون بسبب مجتمع العقدة هذا الذي الوعي هذه الثقافة اللي نحبه نغرسوها ولازم نقول ولازم نتحملوا هذا الآن رأنا في عهدين جديد يتسموا بنوع من نتناقشوا ماش باش ندرج بالمطلق لا باش نبني مجتمع على قيم ساليمة ولنصحح ما فاتنا ليس هناك مجتمع ناقيون أبدا صحح هني نحن عشيدي عند بعضنا فرنسا هي المثل الأعلى كين النورموندي كين هذيك الكورسيكا وكين الباسك كل كلام هذا دولة وحدة طيب سبحان الله وحتى في وقت تقريبا شارفنا على الانتهاء خبس دقائق جملة واحدة فقط يعني باش نحيي كلام تعالي أستاذ لا فقط لم نبقى كفهم للقرآن ولإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم نبقى فقط في دائرة الإنسانية على الأقر هذا موريسود بمجرد وهو شيوعي بالمناسبة بمجرد أنه وقف مع الحق وماتت تعذيب من أجل القضية الجزائرية بعد الاستقلال ما قال لنا حتى وحد هذا شيوعي يروح وين يحب هذا شغل ربي ولكن اختارت له الجزائر كوفاء للعاد أجمل مساحة في الجزائر العاصمة وأعطته لتخلده بسبب الإنسان وخرجنا بفهمين الصحيح للإسلام من دائرة ضيقة إلى دائرة الإنسانية وهذا هو الفهم صحيح للدين وللإسلام صحيح وحتى في وقت في عهد الثورة الفرنسية كان يرفض أن يسأل الشخص من أي جهة أنت لذلك سبحان الله نجحت الثورة واقتلعت الحرية بجدارة وفي القرآن العظيم كل القضايا الكبرى الله تعالى من سماوات العليا ينادي البشر يا أيها الناس سبحان الله في كل القضايا التي تهوموا البشر هذا الأرنول أعظم مؤرخ في القرن العشرين يقول أنا أرى أن أهم مبدأ يجب أن تقوم العلاقات الإنسانية العالمية عليه هي الآية يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكال فوجعناكم شعور وقبائل لتعرفوا وهذا هو الأصل سبحان الله وهذا الذي نحتاج إلى أن نذكر به بعضنا البعض سأختم بسؤالي إذا سمحتم حتى إن كانت عندنا هكذا سبحان الله عناصر ثقافية مختلفة تؤسس إلى التوافق والتعاون والتوحد أكثر من الشتات من المفروض على الأقل من الجانب المنطقي ولكن هل يمكن أو هل يجوز لنا أن نصنع ولا لأي وحد فينا أن يصنع تبريرات على الرغم من وجود هذه الاختلافات من أجل أن يسئل الوطن نحن نعرف بالأجندة المصالح وللأسف شديد بعض هذه النازعات وبعض هذه الأبواق التي تنشر من هنا وهناك والتي تؤسس إلى اختلاف أفراد الوطن الواحد تسيئ للوطن الحبيب وتسيئ بدون مبالغة حتى لسيادته وقد تخترق سيادته من هذه الأبواب هل كل واحد فينا يسأل نفسه هل يمكن أن أبرر الإساءة لأعز ما نملك الذي هو الوطن الحبيب أستاذ محمد الهد الحسني أو أستاذ في جملة قصيرة فقط أريد أن أقول باختصار لأن الوقت لا يكفي أخطر شيء يمكن أن يحدث فئية أمة هو أن توجه مكوينا للهوية ضد مكونا أخر منذ أيام الناس يحتفلون بالعام الجديد مرحبا وهو حساب دقيق 14 جندي هو الحساب الشمسي لأن الله تعالى قال والشمس والقمر الشمس والقمر بحسبة نحسبه بالشمس ونحسبه بالقمر ولكن هنا كان من يخرج باسم الدين يقول لك حرم والأصل في الأشياء الإباحة الشيخ بيوض الإمام بيوض الجزائري يقول إن الحساب من علوم القرآن اللي مغلوقين يفهم علوم القرآن هي التفسير هي نسخ والمنسخ هي كلا جملة أخرى من فضلك قال لأحد الأسدي المحترمين وهو مؤرق قال لي زوجته مسؤول كبير في بيته قلت له الصح عيد كبير عيد الأبحاء قالوا بركة ما تمس خريح تشرب قا هو رجل جيد بحوله دونتم ما تديروها عيد الله أكبر شوف هذا الضحية هذا ما فهم على أن يذبح الكبش وهذا ما فهم على أن يذبح الدجاج سبحان الله ومعركة وسماء أنت تعثيرنا ولا أنت المصارع ولا أنت ديك ولا ما لب لي وسماء ذلك معركة ونحن في غين عنها والأمة التي تعجز عن مواجهة المستقبل تلتفت إلى الماضي لتتقتل حولهم للأسف شديد وفي هذه المرحلة بالذات الذي نحتاجه هو أن نفكر في كيفية بناءها كذا خطوات حقيقية لإرساء المحبة وكما كنت تذكروني دائما أستاذنا محمد الحسني نحن ندخل الجنة بالحب أليس كذلك أنا ماشي أنا أقول سينا محمد صلى وصلى قالوا هذه نفسه محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا فرعنا أنا ندعب للإيمان قال واش هو دليلكم كطرة الصلاة كطرة الحج والعمرة سبحان الله ولا تؤمنوا حتى تحابوا حتى يحب بعضكم بعضا إذن والدليل الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا لي قالوا له كين واحد المرأة رأي الضل صايمة وتبات قائمة يسعدها وبعد قالوا له إنها تؤذي جيرانها قال هي في النار لم تنفعها صلاتها ولم ينفعها صيامها وهذا الذي يحتاج إلى طرحه كفهمات هكذا جديدة في هذا المجتمع الطيب رسالة أخيرة هكذا نمررها عبر هذا العنوان الطيب إلى كل جزائري يحب وطنه ويحب وطنه ويحتاج أن يساعد هذا الوطن الحبيب في تجاوز مراحله هذه كيف يمكن أن نؤسس هكذا لرسالة وإذا شئت بالأمازيغية وبعدين أستاذ محمد هكذا في جملة أذكر الآن مثال إن كان نسمعه كثيرا يقولون أجدادنا الباز مصعر ثلالة فرح كنذا السمين الباز لي ما عندوش الجبل يأوي إليه بعد استياده يصبح طائر بغاث يصيده كل الناس لي ما عندوش وطن مذلول شكرا ولكن أرجز ما تخصي تذتس ولدس ليخذم لي من الرجل الذي يعرفه الناس هو بالكذب ماذا يفيده أن يحلفه هو يعرفه الناس كذب ويجي الجمعه يحلف ما كين والد يسمع له حذري إن الرائد لا يكذب أهلا ويقول له أعقيد جنتي رشد الملكان يستسوي العرام هذا كنت على القمح كنت ديروه في النادى الحبات هذو كلي روحوا من يستأثيروا بها تستأثيروا بها الحجارات يعطيك صحة ربي وهي كناية عن ضرورة الوحدة وإنما تأكل ذئاب من الغنم القصية الكل فهم صح أستاذنا سعيد معول في رسالة هكذا خاصة لماذا يعز هل يعزوا أو هل استكثر على الجزائريين أن يشعروا بأنهم إخوة أنا نقولك ما يشعرواش وقد كنا حتى المجاهدين كنا لا نعرف لهم اسم إلا كلمة الخاوة يعطيك صحة نحن أدركنا هذه ولكن جاءتنا فهم وجاءتنا كلامات كذا ربما نتعرض لها في حصص أخرى لكن أختمه بشيخ بن باديس مكترش الهضراء لكن كل كلامه وزع شوية حلوة كل حلوة معها كلمة في كلمة سنة وكتبها هو تعلموا تحابوا تسامحوا نعم تعلموا تحابوا تسامحوا نعم هنا محتاجين للعلم محتاجين للحب محتاجين للتسامح أستاذي سعيد معول شكرا على كل الإضاءات التي تفضلت بها أستاذنا محمد الهادي الحسني شكرا على هذه الإضاءات التي تفضلت بها مشاهدين الكرام شكرا على حسن متابعتكم نتمنى أننا على الأقل وضعنا بعض هكذا البصامات التي تصنع فقه الاختلاف بيننا وفقه الاحترام بيننا وفقه المحبة بيننا نحن أهل لذلك والوطن الحبيب يحتاج إلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة